إن شاء الله أول حاجة هنتكلم عنها النهاردة الربورت المطلوب النقص السلمو هو الموضوع بتاعه عن العلاقة بين القرن والفولتج في كيس وكيس الكيس القوانية لو كان الريزيستنس متوصلة سيريس والكيس التانية ما تكون الريزيستنس متوصلة برا أنا عارف الموضوع ده سهل جدا وكيس تيكنيكل وكبروبلم وكقوانين أنتوا عارفينها ومتمكنين منها تماما طيب المطلوب منكم مطلوب منكم أن تصيغوا الكلام ده في صورة ريبورت بالكيس يحتوي على كل السيكشن اللي احنا نتحدث تحتوي على كل السيكشن اللي احنا درسناها في الكورس بتاعنا من أول أنكم تختاروا التايتل تختاروا بعد كده تكتبوا الأبستراكت تكتبوا الانتردكشن منها تكملوا بعد كده البودي الليتريكشور مثلا بعد كده الجزء بتاع الإكسبريمينتال وورك ديسكشن كونكلوجين الريفرنسيز كل الكلام ده كل السيكشن زي مطلوبة في الربورتنا حيكون الصيز بتاع البيتش طبعا A4 single column single space all margins هتكون 2.5 متر اللي برضي نفسه هيكون 12 النوع عدد الصفحات لا تزيد عن 5 صفحات لمستراك لا تزيد عن 100 كلمة طبعا الريفرنسيز سيتكون باستخدام IEEE format بالنسبة للفونت بتاع بقيت الsection زي title main sections subsections كل ده متحدد الصيز بتاعه والtype انه times new roman ومساعة ده ممكن يكون bolt عشان title sections subsections الpage number هيكون سنترها في bottom للصفحة بالنسبة للsubmission هتعملوا الsubmission الفايل تحوله pdf وهي ساعة ما تبعتوه تتأكدوا انه هو في pdf format الفايل name هيكون عبره عن جزئين الجزئ الاولاني هو ال-ig بتاعك underscore الاسم بقرر تاني اهو الفايل name بيكون your id طبعا تشير your id هي الرقم بتاعك حط ال-ig بتاعك underscore الاسم بتاعك هيقى فيه الثلاثة forms واحدة power واحدة communications واحدة computer كل واحد يعمل submit للdepartment بتاعه ياريت بعد الوقتي مفيش واحد يقول انا اتلغبط لعمل computer السرعة انا مخدتش بالي طبعا عندكم وقت يعني حتى deadline هنا اليوم الثلاثة 15 يونيو يعني اسبوعين بالزبط ان شاء الله فعندكم وقت تكتبوا report الموضوع السهل جدا بس حاول بقدر الامكان ما تقول ش على الموضوع هكتبوا بسرعة و باي كلام وحاجات دي كل احلا اكتبوا بدقة حاول تلتزم بالكل instructions الموجودة لان التقييم بتاع report زي موضوع على ان تحققوا كل instructions اللي احنا حطينا في الفايل ده الفايل بتاع word والformat هتكتبوها ازاي وهتكتبوا ازاي figures the tables the references ولي دعلي دارو في اسألة دكتور لو سمحتي هو الفايف pages بالcover والpage اللي فيها references ولا لا اي كل شكرا في اسألة تانية زي ما قلت هيكون يوم الثلاث خمستاشر يونيو لحد الساعة 11 59 يعني اخر عشان يبقى قدامكم اصبعين بكتوب على رحلة اوك 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 نهاردة هنتكمل كلامنا عن reports او الرسارح بيبر. احنا كنا وقفنا المرة اللي بفاتت ان احنا من كلمنا عن تولز هنحتاجها فيه اكسبريمينتال وورك. زي اكوشنز. اه زي اليونتز. وكلمنا عنهم بالتفصيل. ميش هيأسئلة فيهم? ايش ايه اسئلة? دكتور لو سمحت. اه الوليوم والاشو انا ما كنت مطلق بتوى الوليوم اللي هو العدد والاشو اللي هي ايه بالزبط? الاشو هو الاصدار. يعني مسلا المجلة بتصدر كل السنة بيقالوها فمسلا السنة الفين الفوليوم بتاعها مسلا رقم عشرة. فقلني تنظر كل شهر. فتبقى الاشو رقم واحد اتنين تلاتة لحد اتناشر. انا مشكرا لي. طيب. النهاردة بقى هنتكمل بقية الاسكتشنز بتاعتنا حولين الاساسية في الريسرش بيبر. احنا كلمنا عن التايتل. كلمنا عن الابستراكت والانتودكشن والباضل. حنتيجي نتكلم عن الريسولت وبعد كده الديسكتشن. قبل بنتكلم عن الريسولت فيه اسمه الاسبرمينتال كور. ويمكن ده الاساس بتاع الشغل بتاعنا. وهو ده اول الحاجة انت بتكتبها في الريسرش بيبر. ليه؟ لان انت بتعمل التجربة. او بتوصل لنتائج. او تكتب برنامج معين. ده اللي بتشرحه بالتفصيل. عشان هو ده اللي هتقدمه في البحث اساسا. وبعد كده بتبتدي تكمل عليه بقية الريتريتشن الريفيو. تكمل بعد كده الكونكلوجين والانتودكشن والابستنج. طيب. عشان نتكلم عن الاسبرمينتال وور. بنقول ان هو مرتبط. بالأيم افزا وور. عند اول حاجة بتحددها ايه الهدف بتاعي. انت عاوز تعمل ايه في الشغل. سواء حتقيس كمبونت معينة. او عاوز تختبر ايلمنت تختبر ايكمنت معينة. الايم ده بيخليك تشتغل الاسبرمينتال وور. بالاسبرمينتال وور تتحصل على الريزولت. منها بتكتب الديسكوشن وبعد كده بتكتب الكونكلوجين. طيب. ايه هي الجنرال كونسيدريشنز اللي بناخدها في الاعتبار واحنا بنكتب اللجوز بتاع الاسبرمينتال وور. اول حاجة بيقولك تاخد في الاعتبار الجول او الجولز of your experiment. اللي من خلاله هتكتب الايم افزوار. ده اول خاطر. حددت الهدف بتاعي. خليته كلير قدامك. بعد كده بتحدد ايه التجارب اللي انت محتاجها عشان تحقق الهدف ده. فبتقول how you perform the experiment. ده من خلال الexperimental work. وبتشرحه في السكشن ده. عملت التجربة ووصلت المجموعة من الكراءات وسجلتها. فكده انت وصلت للرزولت. ومن الرزولت لازم بعد تبتيجي تاخد الارقام وتحللها. تعمل لها analysis. فبتقول ان الرزولت you obtain بتبني discussion. فمسلا وصلت الكرف هتبتدي تسأل. طيب الكرف ده ليه هو في الزياد. ليه هو في النقصان. طيب بيزداد بأنه معدل. كل الكلام ده بتبتدي تعمله discussion. آخر حاجة. بتوضح why these results are important. وده بيظهر في الconcreate. طيب هنتكلم على كل جزء من الأجزاء دي. أول حاجة. الايم of the work. طيب انت بتحدد الهدف بتاعك. يقولك. a research aim expresses the intention. or an inspiration of the research study. او استعرف. انت هدفك اي بزرط. والده ده لازم تتعبر عنه في جملة واحدة بس. بتاعك بتكتب فيها what you hope to achieve at the end of a research project. بتكتبها بجملة واحدة. وبتصغها. بتحيث انها تكون very specific. بحيث ان القارئ بتاع الجملة دي يتذكرها طول ما هو بيكمل قرأته في research. ليه؟ لان هو ده الهدف اللي هو حطه. ان انت وصل نفسه حطه لنفسه. وفي نفس الوقت. هو ده الهدف اللي حط الريدر قدامه. انت عاوز توصل للهدف ده. فطول ما الريدر عمل هيقرأ. عاوز يوصل للهدف ده. فبيقرأ البراجراف الاول عنده وصلني. ولا لا. التاني. التالي. اول ما هيوصل للهدف بتاعه هيقول اه ده. ده كان مكتوب في الاول خالص. فعشان كده. الجملة دي هي دي اللي بيتذكرها الريدر طول ما هو بيقرأ research paper. وفي نفس الوقت بيتذكرها بعد ما بيخلص البيبر دي. نقول ايو ده الهدف بتاع ال research ده. كزا. وده هيكون الجملة اللي كتبها الاسر في الاب. تعالوا ناخد امثلة على الكلام ده. الame of the word. بالنسبة thesis. سواء رسالة ماجستير او رسالة دكتوراه. بيديبقى section بالكامل. وفي بعد الرسالة تبقى شابتر. اسمه aim of the thesis. بيقول لك الame بتاعك the thesis modifies the algorithm. بيكمل الهدف اللي هو او الهدف اللي هو عاوزه. في ايه ده ستانيو؟ انت حطوك تكتب الجول بتاعها. explicitly في الابستراكت. فمسلا هنا ده عبارة عن بحس منصور في الاي تريبل اي. دارة الاسر بتاعه. يقول البحس باسم intranet based real time laboratory a case study in electrical engineering. كاتر في الابستراكت اول جملة على the goal of this paper is to design. كذا. يقول لك الهدف بتاعه. بعد ما تخلص الراية كلها بتاعت البيبر. هتستكر ان الهدف بتاعه هو ده. وانت كريدة حتطيّن. هل هو وصل للهدف ده بحققه ولا لأ؟ اجيه؟ انت تعال نشوف هنا. هنا برضو عبارة عن ابستراكت. البردو the goal of this paper is كذا 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 كذا. فده بيقولها برضو صراحة في لابستراكت. طيب. يبقى احنا اول حاجة كده حددنا الهدف من البحس بتاعنا. ايه الخطوة المفروض هنعملها بعد كده؟ رأيكم الخطوة المفروض هتتعاملها بعد كده؟ مفروض بعد كده نوضح ايه هي التباركة الاثر اقراها. وايه هي مثلا البردو اللي هو نفذها عشان يحاق الجلده. طيب التجارب والبرامج والسيميليشن والكلام ده هتحط فين؟ هيتحط في الجزء بتاع الـ experimental work. اكي؟ experimental work it includes enough information about materials and methods to enable another suitably qualified person to repeat your experiments. كيف فهم من كده ان الراكد كده تكتبه في الـ experimental work؟ ايه رأيك ايه المفروض بقى يتكتب? خطوات التجربة والأخذناها والحاجة اللي لاحزناها يعني بالتجربة. ايه. مظبوط كده. هنكتب خطوات التجربة. اللي انت وصلت لها. نعمل بقى كونكلوجين. حاجة كده تتلخص المضوع. ده سكشن بقى تاني خالص. مختلف عن تمام. ايه. نسميلكو قال ان احنا هنقول الخطوات التجربة والمهمة بعد ان نقول الكمبوننت اللي احنا استخدمناه في التجربة دي. الطولز اللي استخدمتها. بحيث ان هو هنا بيقول انه جملة مهمة جدا. يقولك تو انابل انازر سيوتا بالكواليفايد بيرسون تو ربيت تور اكسبرمينت. بحيث ان لو في اي شخص تاني ارى الخطوات اللي انت كتبتها. ومشى عليها بنفس الطريقة اللي انت كتبت بيها. المفروض يوصل لنفس الريزولت. ايه. فانت وحنا بنكتب اي تجربة. ونكون حاطين قدامنا نقطة ان اي حد هيقرأ الكلام ده يقدر ينفزه. وفيريفايد زي السيء ويوصل لنفس الريزولت اللي احنا وصلنا. ايه. اللي اهم نقطة. عشان كده الشيء اكتر الخاص بالاكسبرمينتل ورد. ليه بيحتوي على. اول حاجة introduction. لذا لو انت تتعامل مع thesis. لكن بالنسبة لو research papers وغيرك ما بنكتبش فيها introduction. المaterials المستخدمة. التست devices. الinstruments used to get the result. بعد كده تكسبرمينت نفسها. سواء. حطيت بعد drawing steps of each experiment. تشرح بالتفسير. بعد كده. write the standards for each test. تعالوا نتكلم عن كل جزء من جولة. زي ما قلنا الintroduction. ده لو الناس بتكتب رسائل ماجستير او دكتوراه. لازم تحط الشابتر ده introduction. لكن اللي احنا في ال papers او في ال report الصغيرة. الجزء ده مش مع. اللي احنا هنركز عليه اول حاجة. المaterials. use test devices or instruments. على اساس ان في ال experimental work لازم تحط كل المaterials اللي انت استخدمتها. فمسلا. الناس بتوع كميا لازم يقولوا ايو احنا استخدمنا الملح كذا. 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 الناس اللي شغالة فيه. كهرباء. هنقولوا احنا هنبني دايرة. محتاجين. تلات مقاومات كل مقاومة تلتمية وتلاتين قوم. محتاجين تلاتة seven segment. محتاجين كذا كذا كذا. ونحط طبعا عددهم. ونحط ال component المطلوب. لو كانت resistance. لو كانت capacitors. ونحط لو حاجات لها قيمة برضو تتحط. يعني capacitors. نحط كم ميكرو فراد. كم نانو فراد. وهكذا. في المaterials ساعات بنحتاج حاجة يعني بتتقسم في حاجة اسمها supplies. دي consumable items. يعني items بتستهلك بالexperiment نفسها. زي chemical components. فدي بتصنف ك supplies. طبعا بعد ما تخلص التجربة. كل supplies ما بتقش اصلا موجود. لكن. دي حاجة اسمها equipment. جيد tools أو machinery that are needed. such as metering devices. equipment. الطولز اللي انت هتحتاجها وانت بتنفذ تجربة بتاعك. مثلا انت محتاج لابتوب عشان متبرمج ميك كنترولر. Arduino مثلا. محتاج وانت بتشتغل. breadboard. power supply. oscillator. oscilloscope. ده عبارة عن equipment. بدأت بها التجربة. وبعد ما هتخلص التجربة. ال equipment هتفضل برضو زي محي. فده الفعل بين supplies و equipment. يقولك في بعض ال experiment. مش كافي بس انك تقول list of equipment and supplies. لازم تحدد بالضبط. مثلا. size. brands. types. او model number كمان. فمسلا. ممكن واحد يقول انا هشتغل مع digital signals. او نخليها مثلا. microwave signals. يقول لك انا عاوز oscilloscope. خلاص. هو قال لك انا عاوز oscilloscope. وعاوز يسبي microwave signals. microwave signals عشان تتقاسي. عاوز ان هو معين من oscilloscope. ماش اي oscilloscope يشتغل معين. فلازم. بيكون محددين جدا. equipment ده ايه المواصفات بتاعك. طبعا لو هو رفيق. مواصفات محددة. مواصفات الوقت. بيقول كنا بعض الاحيانة بتحتاج equipment. ولازم تحط كل specifications بهذه. ده اول حاجة بالنسبة للcomponents. والsubmines. في حاجة تانية برضو من الماتيريالز اللي احنا بنحتاجها هي الدياتا. يمكن لما الناس مثلا عاوزة تكتب برنامج كومبيوتر. قبل لما بنكتب اي برنامج نجمع الدياتا عشان نستخلص منها البرنامج ده هيشتغل ازاي. فهنا الدياتا need to perform the experiment. لو انت محتاج الدياتا في الدياتا بتاعتك بتقول الدياتا دي حصلت عليها من خلال عملية او او استخدام الدياتا موجودة على معينة وعملت لها طبعا لازم تحدد الدياتا السورس بتاعتك انت جبتها مني. طبعا لناخد نشوف امثلة كده ايه هي الدياتا الممكن مثلا نستخدمها في ال experiment. اي رأيكو ايه هي الدياتا زي ايه امثلة عليها. جرافز مثلا. جرافز زي احتبال result. انا عاوز الدياتا احنا هنشتغل بها ال experiment. ايه ممكن ايه ممكن الدياتا ممكن تكون مثلا ال constant. اصدامها في التقرب نفسها. ايه ممكن تكون ايه ممكن تكون ايه كمان. احنا ممكن نقول على الدياتا شيت عن مثلا انها data يعني. ممكن ولا عليها كده على اساس ان انت تجبر عن material انت محتاجة او data محتاجة عشان تشغل بها ال equipment اللي عندك. الparameters اللي بتطاير اصلا. الparameters. بس انت انت هتثبت الparameters دياتا ممكن تكون دون ال assumption بتاعتك. بعدك مجموعة من الparameters. هتحط مثلا الparameter ده. كمته كذا صح. هتثبتها في بقية التجربة. فده يعني قريبة من ال data بس مش تعتبر data نفسها. ايه ايه كمان. ممكن للقوانين اللي باعه وصيها. لا القوانين ما بتعتبرش data. لان احنا دي سوابة احنا بنتعامل بها. لكن ال data احنا هنشتغل عليها. هنطبق عليها القوانين. ايه. طيب. كمان. هيعمل pennendo. طيب هقولوكو بعض امثالة على الطق aye. انتم تسمع لنيرون نتورك؟ أنا من خليها ابسط شع conceit tsmart artificial intelligence. انت عشان تبرمج الارتفيشل انتلججن عشان مثلا ابسط حاجة يعمل بين حاتين مختلفين جسم كبير وجسمه صغير مثلا ده بيتبرمج ازاي لحد عنده فكرة معلش دكتور حضركولت ايه؟ احنا عشان نبرمج الارتفيشل انتلججن يعني اي سيستم عاوز ابرمجه وهو ارتفيشل انتلججن بحيث ان هو مثلا يفرقني بين الأجسام الكبيرة رحطها في نحية والأجسام الصغيرة رحطها في نحية التانية تمام ده عشان يتمرن فانت بتحطله يعني ايه؟ بتجيله في مجموعة من الديتا ايه؟ ايه محتاج مجموعة من الديتا كبيرة أجسام كبيرة وأجسام صغيرة وبنت بتجي تعلمه الديتا دي انت بتعمل لها هي اما generated اما بتعمل لها downloaded ايه؟ بحيث ان انت بتمرن الارتفيشل انتلججن سيستم حاجة تانية مثلا انا هولي هنا امبليكيشن مثلا في داتا بيز ناس شغالة على classification على الصور بتاع الكوفيد ناينتيين بمرنه ارتفيشل انتلججن معين بحيث ان هو اول ما يدخلوا صور الصورة الأشعة يقول الصورة دي الشخص ده مصاب او الشخص ده سليم طيب السيستم ده لازم يتمرن يتمرن ازاي؟ يتمرن من خلال ان انت تعرض عليه صور كتيرة جدا وكل الصورة بتقوله اه ده انت تتعلم الصورة دي اول ما هتشوفها هتقول ده شخص سليم اول ما هتشوف الصورة بالشكل ده تقول ده شخص مصاب بالكوفيد ناينتي طيب عشان يتتعلم فبياخد داتا سيت كبيرة الداتا سيت دي لازم الواحد يبتدي ياما يجمعها بنفسه ياما يعمل لها داونلودي فمسهن هنا دي مجموعة من الأبحاث بتوتيت التعامل مع الكوفيد ناينتي فأوزي تعمل مع داتا الداتا دي عبارة عن صور كتيرة جدا أبارة عن سي اكس اور أشعة سي اكس اور تقولك بعد كده ده انتو كوفيد ولا لأ طيب مين هيجمع الصور دي قالك فيه داتا بيزيس موجودة عليها الصور مثلا داتا بيزيس الأولانية هنا فيه عنده خمسة داتا بيزيس كلهم فيهم صور يقدر يستخدمهم مباشرة ويمرن الارتفاشي الانتلجينت واضح كده فيه داتا برضو انت مثلا بتقسها من خلال مثلا بتكون الدايرة بتاعتك زي ما احنا عارفين انت هتبتاجي مسلا تدخل الورت تمرره في الدايرة وتبتاجي تشوف الاود بتاعك زي داتا انت هتجمع يقولك بعد كده انت بعد ما بتحصل على الداتا بتاعتك قطر يكون في بعض الكرتيريا فيه اختيار الداتا لو فيه كرتيريا بتختمد عليها لازم برضو تقولها لو فيه assumption يبقى انت لو بتاعن مع الداتا لازم تقول انت جبتها منين لازم تقول لو فيه اي كرتيريا في الداتا لازم تذكرها ولازم تقول اي assumption انت فرق هانا عبر عن الماتيريال ازاي اول سيكشن حط الماتيريال فجي هنا وبدأ يكتب الماتيريال ويستخدمها فده من دوع غزل بيقولها ايه هنا fabric code fabric design yarn count ويقول الناسبة بتاعت اللي كرة فيها قد ايه قد ايه stickness قد ايه دي العينة اللي هو هيشتغل ايه واحد تاني هيعمل run على run البرنامج اللي هو كتبه تعالوا بوس هيقول ايه the simulation was performed using laptop وبيحط كل specification بتاعت الليبتوب السرعة بتاعته ايه intel core قد ايه 16 جيجا byte ray حتى الويندوز بيقول عليه version 10 64 بيقول كل البرامج اللي هو استخدمها مثل matica 11 matlab بيقول كل برنامج استخدمه في ايه دي فلازم طبعا دي كلها component لازم تتحط طيب بتوع بقى computer يقولي احنا لازم نحط details دي كلها هل فيه امثلة عندكم لازم تتذكر فيها كل details دي؟ هده امثلة هده امثلة هده امثلة ان البرامج زيه ممكن تأثر ما عندنا في النتائج؟ هده امثلة هده امثلة هده امثلة هده امثلة رأيكم لازم الحاجات دي كلها تذكر ولا مافيش داعي لها وخلاص انا اقول ان انا استخدمت لابتوب مافيش داعي ان انا اذكر السرعة بتاعته اد ايه ولا الرام بتاعته اد ايه لا هو الحالات دي مهمة انها تذكر ان هي مبدايا لو انا بستخدم مثلا لو انا بستخدم اندهاز امكانياته ضعيفة فالنتائج مش ممكن ان تبقاش بضطة عالية والرزولوشن تبقى نفسهم مش هيفيدة نفسها انا شايفهم خلامك صح؟ احنا دلوقتي مثلا لو طلب منك تقوم برنامج نجعل الكمبيوتر برنامج ينفذ لنا فونكشن معين ابسط المحاجة مثلا فونكشن ايدي واحد تاني عاوز يجربه ومفروض يوصل مثلا الكونتر ده يعدي من الزي والحد التان في زمن معين انت كتابلت الكود بتاعك وعملت له السيميليشن وطلعت ان الزمن ده مثلا واحد ميلي ساكن جاء واحد تاني جرب الكود بتاعك على الجهاز مختلف تماما ممكن يكون احدث ممكن يكون اقدم يجي يجربه يطلع زمن مختلف هي يرجع تاني قولها الجسم بتاعك مش حلو الجسم بتاعك مش شغال والكلام ده ساعتها نقول ان اللازم اللي يكتب لازم يحط كل البرامتر في دبكة كبيرة جدا بحيث زي ما اتفقنا في الاول اللي يعمل لينفذ نفس الخطوات دي ونفس التجربة دي من نفس البرامتر يوصل لنفس النتيجة واحد يجي جرب البرامتر زي ما قلنا بس ببرامتر مختلفة وكمبيوتر تاني خالص بسبسيفيكيشن تاني خالص طبعا مش هيقدر يوصل لنفس النتيجة ونفس الطائم ايه؟ ايه؟ دي بتبقى السبسيفيكيشن دي تبقى مخلوبة جدا والديتيل دي بتبقى مخلوبة جدا واحنا بنشتغل ده مثال زي ما قلنا على الـ data sources احنا قلنا جابارة عن data لصور مرتبطة بـ COVID-19 طيب هو ان الـ data بتاعته جايبها من الـ sources وبعد كده بيقول at our data collection step لما كان جمع الـ data بتاعته كتب التاريخ اللي هو جمع فيه ليه كتب التاريخ؟ ليه رأيكم ليه هو كتب بالتاريخ؟ لان ممكن يبقى سيفه او شيته مثلا في الحرارة بتأثر او حاجة تحصل يعني قدام يعني الفيروس يتغير او يعني الجينات فيه تتغير او يحصل فيه تفارات؟ لا نحن نقوم بالفائرس نفسه. نحن لدينا نقوم بالداتا نفسها. وهنا يكتب التاريخ لكي تتغير بعد التاريخ. يضف لها صور تانية. يأتي واحد يريد أن يعمل نفس التجارب الريتر هو الذي كتب في الأسر وكتبوها. ينزل الإمجز من الديتابيس. سيجد إمجز مختلفة. يأتي للأسر ويبعث له. أنا نزلت من نفس الديتابيس بس الريزولت صرعة مختلفة. الأسر يقض عليها وقلت نزلتها إمتى؟ يقول له مساء نزلتها يناير 2021. يقول له لا ده حصل أبديت للديتابيس دي. احنا كنا مستخدمين version أديمة. حتى احنا مذكرينها في البيبر وكانت التاريخ بتاعها 12 جون 20 عشرين. ايه؟ فكده الأسر بيحط نفسه في مكان أمان عشان قد أي حد بعد كده ييجي يسأله عن الديتابيس. طبعا هي كل شوية بتتغير. لا هو بيقول لك الديتابيس اللي أنا استخدمتها كانت لحد يوم عشرين عشر جون عشرين عشر. ايه؟ طيب. في الدوكومنت ده برضه هو بيقول لك التابل ده هو استخدم classes عشان يصنف على أساسها السورة. يما زيرو كانت كزا. كلاس وان كانت كزا. كلاس طول كانت كزا. والداتابيس السورس اللي أنا جبت في إجاب منها. كلاس زيرو كانت داتابيس واحد واثنين واربعة وستة. هنا شرح بالتفصيل الداتابيس اللي هو اشتغل عليها. فدي طريقة عشان يشرح بيها الماتيريال اللي هو استخدمها. طبعا في البيبر دي بالذات هو استخدم الداتا دي كلها عشان يبرمج بيها عشان يعمل classification الصورة دي كان. ده بالنسبة للمتابيس. وضحت كده خلاص كل الـ equipment كل الـ data بتاتك. ابتجي بقى اشرح الـ experiment. يسأل حضراتي. تمام ده. قوسة بتاع الـ experiment. تبتجي تشرح الـ block diagram. pictures of instruments اللي استخدمتها. لو فيه circuit بتحطي schematic circuit. لو اللي فيه اي شرط او اي صورة breadboard معينة تبتجي تنزلها في الشابتر. فمساً ده block diagram. الـ am modulation transmitter. بتبتجي تحط الـ block diagram. او تحط الـ الدايرة اللي انت بتشتغل عليه. او ان انت تستخدم instrument معين. فلازم برضو تحط الصورة بتاعتي. بعض الاحيان بيقى فيه instruments خلاص كل الناس عارفانها. زي مثلاً هتقول لنا استخدمت او. عشان يقيس الـ port يقيس الـ current. بعد ما بتحط الصور ممكن تحط بقى الـ procedure بتاع الـ experiment نفسها. ودي لازم تكون stated in sequence and detailed. لو هاي الخطوات بتحط بقى numbered. حط الخطوة الاولانية. كانت كذا واحد اتنين تلاتة اربعة. بحيث زي ما قلنا اي حد هيمشى الخطوات دي. يحصل على نفس الـ result من اغصر وصدق. بعد ما تشرح برضو الـ experiment في حاجة اسمها الـ laboratory safety. لازم تحط اي caution. اي danger. اي hazard. كل ده لازم تذكره بالتفصيل. ولكن اجيب يمكنك كلا الناس بتوع باور يدار يتكلمونه عن الجزء ده اكتر. لانه اوه بتعمل مع بعض التجارب يقوله لازم تخلى بالك. عندما لازم بتوصل الجهاز ده بالأرض وانت بتشتغل. فهي ايه؟ لازم برضو بتحط السافت بتاعك إيه زي مثلا برضو لما يقول لكم تفتح التلفزيون جهاز التلفزيون عشان تصلحه تخلي بالك برضو لازم نحط فيه بعض الوشن لازم تطبقها تطبقها بعد كده فيه بعض النوت المهم وإحنا الشغالين بيقولك don't mix materials and method with results يعني وإحنا نتكلم عن material and methods ما حدش قلت عملت run وحصلت على النتيجة كذا لأن النتيجة دي بتتحط فيه الsection الخاص بالresult إحنا دلوقتي في experimental work هنتكلم عن materials نتكلم عن خطوات التجربة نفسها واضح كده خلي بالنا قوي من النقطة دي لأنها ممكن تيجي محل السؤال مثلا الداتا اللي انت هتستخدمها وخطوات الexperiments هتتحط في أنهي section هل هتحطها في experimental work ولا في result بعد كاب يقولك if you are using a method that has already been documented in the literature don't describe it in full مش لازم احطاه بالتفصيل لأن دي خلاص method موجودة well documented فحط الـ reference بتاعها لكن لو انت لسه بتعمل تجربة جديدة أو عاوز تشرح تجربة لحد بالـ in details فبتيجي بقى شرحها describe it in details لكن لو هي بنشرحها في literature خلاص يقولك برضو انت بتشتغل don't change your symbols and there meaning as you go along طول ما انت شغلت في document بتاعك لازم تخافز على symbol زي ما احسألك هذا احسألك 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 بحثة دراسي اتكلمنا عن experimental work وانا material و equipment و method ولو فيه اي assumption ولو فيه اي افتراضات من أسر استخدامها احسألك احسألك الـ experiment بتاعته وزي ما قلنا بعض الـ experiment توجد تجربة بعض الـ experiment ويكون ان هو عاوز يجرب algorithm جديد بعد كده هينفذ التجربة بتاعته يحصل على النتائج النتائج هذه هي results سواء يكون ارقام يكون ان الـ program اشتغل وطلع له result معينة فيه ناس مثلا بتشغل مايك controller فبتعمل design hardware software فبعدها experiment بتاعتها بتكون hardware وتشرح board فيها ايه والكتباس software وتشرح البرنامج بعد كده بتوضح result اللي هو output بتاع experiment بعد result ناخد result ونعملها analysis لان من analysis نحصل على discussion والconcult نتكلم عن results ازاي نكتبها فبيلانا هنا اول حاجة عشان نفهم بس ايه العلاقة بين experimental work والresults والdiscution فبيقول لنا هنا المaterials والmethods اللي هي مختار في experimental work في الاول دي بتجاوب على سؤال how did i solve the problem ازاي بحل المشكلة بتاعتي النتائج اللي بوصلها اللي هي results what did i find out انا وصلت لايه الارقام اللي انا وصلت لايه بعد كده من result نحصل على discussion وده what does it mean ده السؤال اللي احنا هنجاوب عليه فمعنى كده مثلا انا لو جبت اي paragraph وك انت بقى تعمله classify هل هو material method او هو خاص بالresults او خاص بالdiscution حسنا حسنا ده الفرق بينه بعد كده بيقولنا في result لما افرود ان انت present your processed data in figures or two لو ملاحظين كلمة processed data اللي هي data بعد ما عملت لها او نقفست عليها البروغرام بينما ال data قبل التنفيذ البروغرام اللي هي raw data بتعمل هنا explain how the raw data was processed to obtain the final results حسنا حسنا بعد كده عندنا لو في برضو result فيها خطوات بتعمل providing the sample calculation for each state تعالوا نشوف الresults دي هنعبر عنها ازاي بيقول لك معظم الاحوال بتكون الزلطة تحتك عبارة عن مجموعة ارقام كتيرة فانت تستخدم إما figures إما table بيقول لك هنا by its very nature scientific writing includes the use of diagrams graphs and tables امت بقى هنستخدم ال graph وامت هنستخدم ال table في رأيك امت استخدم ده وامت استخدم ده ممكن استخدم ال graph لو انا مسلا data بتاعتي بتغير بشكل continuous او انا عايزة اصغر ايه ال لو انا data بتاعتي مسلا لو انا عندي قيمة مفروض بجيب عايزة اسجلها هي معتمدة على حاجة بتتغير بشكل مستمر فانا برسمها بكتر ده اا انما ايوة يعني هو لازم تتغير بشكل مستمر ولا ممكن ممكن تكون شكل discrete يعني بيسحب discrete ده ممكن هو مثلا اا زي مثلا في بتاع مثلا ترانزيستور ممكن اجيب الفولت بتاع يعني ممكن اجيب بس ايه اخصى كرت او اخصى بور يستعمله مثلا الترانزيستور عند اا عند فولت كزا او عند فولت كزا مش بيجيبه بشكل ايه مش بيجيبه بشكل continuous بس امعمله في كتوة ال graph لو عايز اشوف ال trend مثلا وغالبا لو هي numeric data لكن ال table ممكن numeric او حتى لو هي حاجات حاجات مضبوط احنا ال graph عم نستخدمه امتا عشان انت بتاع تعمل visualization لل result بحيث انك تقدر تجيب علاقة بين two parameters بسرعة من خلال graph تقدر تشوف هل هو بيحصله increase بيحصله decrease فبتجيب بتقدر تجيب relation مجرد النظر في الفجر لكن في بعض الاحيان بعض ال data عندك ملهومش علاقة ببعض بس انت محتاج تجمعهم مثلا مثلا زي ما اسملكوا قال في ال data ship بتاعت الترانزيستور انت بتلاقي النوع مثلا الترانزيستور مختلفة وكل نوع current بتاعه والVolt المسموح بيه قد ايه خلاص وضاركة الحرارة اللي بيستحملها minimum و maximum مثلا طيب الحاجات دي كلها تتحط في لو حطيتها في graph صعب انك حتى تقراها ما تتصورت طيب انا هعمل visualization ايه ايه اللي علاقة اللي انا هحصل عليها بين الطيب بتاع الترانزيستور والcurrent ده هتحس انها مفيش علاقة انا مش هوصل للنتيجة مش هتفيدني فبعدها مش هتفيدني كفي visualization انا احطى كتيبه فمثلا هنا بيقولي ان انا عندي هنا علاقة بين ال data set description بتاحها عندي مجموعة من ال data set training validation testing وبقولي هنا number of sequences بالنسبة للتراني كان كذا بالنسبة للتراني كان كذا بالنسبة للتراني كان كذا number of sequences data كان هنا كذا فبيحطي لي ارقام الارقام دي اسهل ان انا اخطها في التراني لكن هنا مثلا بيحطي لي علاقة بين ال minus square error وهنا ده المحور ده بتاع ابوكس عدد مرات التكرار من خلال الفيجورز ده اه ده اقول مثلا في التراني اللي هو الكيرف الازرع اهو بيبتجي يحصل decreasing للمين سكوير اهو لو اخضر بيبتجي ينزل لحد نقطة معينة وبعد كده يطلع تاني اهو فمن خلال ال table خلاص عارفت عملت له visualization اقدر بعد كده اسهل بالنسبة لي ان انا اعمله analysis بعد كده اعمله discussion ووصل منه لـ ماضح كده 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 البراجراف بينما لو طبعا هيبقى صعب جدا في القرية بتاعتها وتجمحها في زهن القرق لكن لو حقها في سورة table سهل جدا انه يقرها ويجي تجي extract الinformation منها بالضبط additionally they serve as quick references for your reader and they can reveal trends patterns or relationships that might otherwise be difficult to grasp زي ما قلنا من خلال الفيجر على طول موقد والآج العلاقة تردية هذه علاقة عكسية فبقى سهل جدا انه انه تعرف العلاقة relationship between البرامج ويلا كانت tables are typically used to present raw data data القصلية اللي انت بتتعمل معها ممكن تخطاه في table لكن ما تقدرش تستخدم table not when you want to show a relationship between variables ما تستخدمهاش وانت عاوز تجيب علاقة بين variables تعال نشوف الفيجر بالفجر 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 ي jotka相信وا على نفس مbereich، فورتي، غراف، وكسبوا وكسب كما اضاف concentrate على كن به ، فكرا Да backside ، فكم في النفس الذي يمكن أن تستطيع القيام بكسبب отجاز عبر نستخدمها إمتى؟ عشان تبتجي تشوف التريند والبattern والrelationship بين الألمان. So as they can also be used to communicate process or display complicated data في نقطة مهمة جداً واحنا منشتغل. هنفعش تحط الانفرميشن بتاعنا في التابل وتقررها في الفيجر. انت بتستخدم الانفرميشن دي ياما وتظهرها في الفيجر ياما تعمل لها display في التابل متكتباش في الاتنين. يعني مثلا واحد يجيب علاقة بين الفولت والطيار. مرة هيكتبها في صورة التابل ومرة تانية هيكتبها في صورة بارا جروف. تبا خلاص حط البراجراف على هول واستخد او سوري حط الجراف نفسه واستنتج منه العلوقة. مش لازم تحط الاتنين وهو نفس المعلومات هي هيها. تعالوا نتعامل مع التابل سورة. طبعا كلنا عارفين التابل بيبقى مجموعة من الفولومز مجموعة من الروز. الكابشن بتاع التابل بيبقى مكتوب فين? شايفين الكابشن بتاع التابل مكتوب فين? فول الجدول. فول الجدول. الكابشن هوا مقصود بها التابل بتاع التابل. بتكتب الأول التابل الرقم بتاعه. بعد كده التابل أو الكابشن بتاعه هوا. طبعا مفروض الكابشن يعكس الانفورميشن اللي موجودة في التابل. بحيث ان اي حد هيقرأ تابل رقم 1, circular, cylinder, data. خلاص هيقرأ data بيبقى عبارة عنها. النقطة الثانية كل كولوم لوجه برامتر خاصة. فمثلا ده كولوم خاص بrotation angle. ده voltage ده delta b ده cb. فلازم تحط unit بتاع بكل برامتر. ده الشكل بتاع تابل مجموعة من الكولومز مجموعة من الروس. زي ما قلنا في كل كولوم تازم لوه ميننج وكل روح لوه ميننج واشنا بنجد. نماظسان هنا بيقول لنا مجموعة من الماتيريال. احنا هزم ميزمهاzial. احنا هزمي قيدة الستيفنس بتاعها. الرقم المستفر بيجعامل مع الثوفنس. اللقم المستفر يحط كل واحدة الأرقام بتاعتها مع الكنتص. نعم. طبع زي ما قلنا برضو table رقم 2 مسلا بيقول ده عبارة عن ايه. هل البلنا كويس قوي زي ما قلنا المرة الفكرة من اليونيس احنا عندنا اليونيس المترك وعندنا اليونيس الخاصة باليو اس المترك اللي هي الميتر نيوتن كيلو جرام سكند وهكذا في عندنا الاس اي مليميتر اللي هي مليميتر نيوتن برضو بس طن سكند بتبقى فيه القيم الاعلى اليونيس المترك يكمل لك البرامتر كلها او اليونيس كلها باستخدام الامريكان يونيس اهم حاجة وانت بتكتب البحث بتاعك تسبب اليونيس انا مثلا شغالة على الس اي يبقى كلهم يبقوا الس اي ما جيش وانا بشتغل في اول البحث بتاعي حكي باللينس بالميتر واخر البحث عشان غيرت مثلا تجربة معينة اكستقم الفيت ما ينفعش دازل بدعت بالميتر يبقى كل الوحدات بتاعي بالميتر متوقعين ايه الشروط المفروض تتوفر واحنا بنكتب التيبل يعني اكتبوا مثلا فين اكتبوا وحوطوا بالتكست بتاع الكلام كتير ولا اكتبوا ازاي طيب عمشوف كده هنا يقول التابل لازم يكون standard on the page لازم يكون numbered ولازم يكون النمبر بتاعك in order they appear in the text فمثلا انت تحت اكتب تابل 1 تابل 2 تابل 3 لازم تذكر التابل الاول في التكست وبعد كده تظهر التابل تكتبوا دي حاجة لازم يكون بالترتيب يعني ما ينفعش مثلا في الكلام اكتب تابل 1 بعد كده البرغافل بعد اكتب تابل 3 وبرغافل بعد اكتب تابل 2 ده ما ينفعش لازم واحنا بنكتب في الكتابة بتاعتنا تابل 1 بعد كده تابل 2 بعد كده تابل 6 نفس الكلام واحنا بننظمهم في البحث لازم نحطهم بالترتيب وراء بعض فلازم الريدر يشوف تابل 1 في الاول بعد كده تابل 2 بعد كده تابل 6 اكتب بعد كده رفرنس بعد كده رفرنس in the order they appear in the text رفرنس تعني يتجي برضو لما تتجي تعمل لهم رفرنس برضو لازم بنفس الترتيب اللي هو ظهر به في التكس ومعروف لابل لابل لازم برضو تحط اليونس جنبها. آخر حاجة بقى. حاول تفصل بين التابل والتكست اللي قبليه واللي بعديه. حتى لو بوان لاي. عشان لما يجي الريدار يقرأه يقرأ التكست بعد كده عينه وحطوها على السطر الفوضي. السطر الفوضي بيرايح العين. يعرف انه هيتنقل بالسكشن جديد. او المعلومة جديدة. فهيشوف ساعة التابل هيقرأها. بعد كده هلاقي لين فوضي. بعد كده يلاقي بقية التكست. دي طريقة تابة التابل جوه التكست. كده السئلة كده بالنسبة للتابل. كده السئلة. كده السئلة. كده السئلة. كده السئلة بقى النهارده كده نتكلم على الفيجورس. ريول عندنا الفيجورس كن تك ماني فورمس. ممكن تكون جرافس. ممكن تكون دايجورامس. ممكن تكون فوتوز. ممكن تكون دروين. ممكن تكون مابس. تعمل نشوف بعض الحالات كده. وكل مرة نشوف ايه الفيجور المناسب لها. كده السئلة. ريول إذا كده السئلة. كده السئلة. كده السئلة. كده السئلة. جدًا ساعة الأحسن فجورة هتستخدمه هو الماب. كده يقولك كده. لو أنت عاو فاتش شيدات حيطة. فأحسن حاجة هي الماب أو فوتوغراف مي بيزة بيزة شوز. رتع نشوف يستني حاوستعمل straight proportions proportions experiment حاوستحوضح الأجزاء بتاعت الexperiments أو result بتاعت بس كpercentage هتتجي تتعبر عنها ازاي حاوستحوض لك رسلا أفضل هنا حاجة اللي هي byte chart أو bar graph إذا عاوز مثلا هنا state the relationship between two variables مثلا عاوز العاقة بين pressure والvolume أفضل شكل الـ graph هيكون ازاي أفضل حاجة مثلا استخدم line gap أو scatter plot بحيث انت هترسم pressure the y-axis axis وال x-axis هو volume وتشوف العلاقة بينهم الزي بعد كده بيقولك so there are many types of figures like tables they share some typical features زي ايه زي كل واحد لازم يكون كل figure لازم يكون لازم يكون لازم يكون الـ caption هو الـ caption بتاع الفيجر بتحط فين بتكتب فين تحت الفيجر نفسه يعني بكتب ما هو figure مثلا من qsn1 وتضيف بعض كذا مظبوط كده احنا بنكتبه تحت t شكل الكتابة نفسها بتختلف يعني في بعض الـ references ممكن تستخدم في figure من qsn1 بعد كده تحط في بعض الكتب التانية تضيف figure على طول تكتب one وتكتب بعضي adopt بعد كده بيقولك هنا في موكن تستخدم الـ image itself ك figure and any necessary contextual information which will vary depending on the type of figure you use لازم الـ figures لازم يكون لابل لازم يكون ضيما يكون في title و title يكون very descriptive عشان يعبر عن محتويات figure نفس وكل figure زي يقول له الرقم بتاعه بعد كده الـ captions قلنا below the figure زي left justified لازم يكون left justified نشوف بعض الأمثلة على tables والfigures مثلا الجزء ده هنا مستخدم table هذه caption بتاعه موجود فوق مع label بالنسبة للfigure من figure 1 حاطت descriptive بتاعه هنا في المثال ده هو مستخدم مجموعة من equations بعد كده كتب figure 2 وحاطت descriptive 2 طبعا زي ما انتو شايفين يكون unjustified ناحية left يفضل طبعا ان انت قبل ما تحط تستقل ايام قبل ما تكتب figure وfigure رقم كم تكون mention below في text نفس فمسلا هنا shown in figure 2 وبعد كده تحط figure 2 هنا برضو جزء مهم جدا وجوه text هو كتب figure باستخدام fig dot 2 هو خلاص هنا مفرور مدام اعتمد على format دي في text بقى تستخدم ها في text من الاول الاخر ان انا اللي معمل referring لأي figure هستخدم fig dot الرقم بتاعه برضو يعني حتى هنا هو كتب f small مفروض بقى في كل البحث بتاعه من الاول الاخر يكتب figure بنفسه f small i g dot ويحط الرقم فلازم فيه اختزام بفرمات معينة من الاول الاخر الفigure برضو لازم يكون centered on the page تستخدم اللابل ومعي طبعا بيكون under the figure فيه ناس زي مقولة بنك figure بالكامل ويحط الرقم بتاعها او fig dot ويحط الرقم بتاعها اختار الصورة اللي انت عايزها بس لازم يكون في الاخر consistent بكل document بعد كده the figures numbered in the order they appear in the text ويحط نكون numbered بترتيب وبترتيب لزغرهم في التكست بردو reference in the order they appear in the text بعد كده من مقش التكست مع الصورة او figures set apart from the text text should not flow around the figures نفس الكلام بردو not flow around the tables numbers بحيث ان اللي هيشوف figure هيركز فيها هي بس ما يكون فيه اي كلمات حول اخر ببقى حاجة هنتكلم عنها النهاردة هي charts زي ما احنا شايفين احنا عندها مجموعة من charts من استخدمها كتير عشان نرسم بيها العلاقة بين the virus شو تعالوا نشوف بعد انواع charts انواع يظهر and then line chart and then bite chart and then bar chart and then column bubble 3G bar chart 3G donut chart 3G bite chart 3G pyramid طبعا ان احنا نختار ادي chart ده بيعتمد على data نفسها تعالوا نتعرف على بعض chart مشان ده طبعا لهم covering كل الشكل ده بارا عن ايه fight short طبعا امتى بنستخدم لو احنا لو مثلا عندنا حضر حضرات لو احنا عندنا مثلا مجموعة بحالها متقسمة كذا فئات مجموعة كل حيات دي بفو مية في المية واحنا عايزين نفش وليز اديه مثلا المجموعة اي بتمثل من المية في المية ديت صح كده زي ما ازميرك وقال احنا عندنا سامبل كبيرة متقسمة المجموعات مجموع كل المجموع لها بحيث المجموع كله بتاع السامبل كلها والمجموعات كلها يكملي 100 في المية اكي فهنا مثلا هو عنده مجموع من وعمل لهم البريزنتيشن بتاعهم بحيث ان المجموع بتاعهم هيساوي 100% هنا برضو عنده هنا مجموعة من الألمان هو حاطط طبعا كل لون بعبر عن أنهي ألمان مفروض مجموحهم يدينا 100% طبعا هنا الأرقام دي مش مظبوطة أول مفروض مجموحهم يدينا 100% طيب ايه رأيك في البيت شرط زيدي؟ هل هي؟ يعني لو تبصي لها من نظر كده هتحس انها مقبولة ولا هيبقى في حسنها فيها داتة كتيرة جدا هي لو هل هي الأجزاء للسكشنز اللي أخذ النسبة صغيرة من الدايلة نفسها مش واضحة هل هي الأجزاء؟ هنا بيقول لنا البيت شرط كويس قوي لو أنت مثلا مقسم السامبل بتاعتك لخمسة، ستة، سبعة سكشنز لكن بالصورة دي هيبقى كتير أو عدد الـ أو عدد الـ جروبس جواها كبير جدا فبنحاول نخلي الماكسمم نمبر ألمس للبيت شرط في حدود مثلا ستة أو سبعة بكتير لكن أكتر من كده هتحس ان البيت شرط بات أوبرلودد فيها داتة كتيرة أكتر من اللازم هنا بس بيشرح لنا البيت شرط شو ريلاتف بروبورشن بشي لزا ريليشن أوف نمبر أوف بارس توزا هول هول يعني مجموحهم كلهم يبقى بوح الشكل ده عبارة عن إيه؟ النوع بتاعه مجموحهم أي تخضر أي دابرة عن بارس شرط إمتى منستخدمه؟ دكتورو احنا تقريبا هنا بنقرن ما بين حاجة تين صح؟ يعني احنا هنا بنستخدمه حاجة بتزيد حاجة بتقل كده تاعم انت ممكن لو حاجة بزيدوا حاجة بتقل تاعم انت ممكن تروحوا لللاين شرط برده ممكن يكون ده منوال؟ ايه المقصود بالمنوال يعني وفي حاجة قناة بناخدها في الاحصى حاجة اسمها منوال ده هو ممكن زر يكون حاجة متقررة مسلاً أو مجموعة من بنات فيها كزا واحدة منهم متقررة وكان دابرة كان يتمسل كده ده لا لا فكره بس مش حاجة بقى هل ده صح؟ ده هو مفيش حاجة متقررة هنا يعني هنا البرامتر انا بشتغل كم في ميل وكم ميل بين برامترز مختلفة بين كيسز مختلفة هنا مثلا ستار تراك هنا باتل ستار هنا ستار تراك سنة 1907 وهكذا وهو هنا بيشئيس البرامتر مع الانديبندنت ستس مع الانديبندنت ست دي ما بتعتمدش على الجنبها دي ما بتعتمدش على الجنبها هو هكذا طمام فبالتالي مدام كل واحدة الانديبندنت لوحدها فبحطها كبار فمسا هنا ده بيقول عدد الميل والميل اللي بيظهروا فيه التلفزيون سيريز اللي هي ستار تراك سنة 1965 فلا ان عدد الفيميل كان مثلا ثلاثة وعدد الميل ستة طيب ايه بعد كده؟ ناو الزئيس عدد الميل والفيميل في سيريز تانية اسمها باتل ستار سنة 1978 هل في علاقة بين الباتل ستار 1978 مع الستار تراك 1965؟ لا مفيش علاقة مفيش اي علاقة كل واحدة الانديبندنت عن التانية خلاص؟ بس الحاجة الوحيدة لنبقيس نفس البرامتر هنا كان في ميل وهنا كان في ميل وهنا كان في ميل وهنا كان في ميل وكان فبعا معدام دولة الانديبندنت بقى حطوهم كبار شورت مفتحة كده؟ تمام مثلا مثال تاني مثلا احنا عاوزين نجيب ارباح بتاعت الشركة معينة خلال السنة ارباح السنوية بكل الشركة فبقول مثلا ساعة 2018 كانت الارباح اللي حصل عليها 20 مليون ساعة 2019 كانت الارباح 10 مليون ساعة 2020 كانت الارباح نزلت بسبب الCOVID-19 كانت خمسة مليون مثلا مفيش علاقة بين الارباح في السنة بتاعت 2018 و2019 و2020 فبالتالي الشكل زي ده احطه من خلال البرد يبقى لنا تساعة تتجيرهم الزيارات التجانب يبقى لنا هنا هذا البرد وهو رسمه اوزين نجيب فإن هو ثيرد لارجست بور. اي رأيك؟ انهي واحدة. مجرد النظر كده زي ما لكم قال اف على قناة. ده لو مكتوبة اركوم. قلت انت هتعملين؟ وانت هتستغنب نفس الوقت ده؟ لا. اولا لا. لا. هيبقى اطول. هيبقى اطول. يبقى البارد شورت كامل. خلت من السهل انك تقارن بين الكيس المختلفة او البرامتر مختلفة بتاعة ا و بي و س و د لحد الاتش بسهولة جدا بمجرد النظر. قلت عطولي الاف هو تالت اكبر بحي. عطول بمجرد النظر كده هتقولي الاسي هو اصغر واحد. وهكذا. فطبعا ده حاجة من الفوائد اللي بتوضي علينا في البرد شورت. ده برد المثال التاني على البرد شورت اللي هو month revenue last year للشركة معينة. ده بتقول الاماونت باليو اس دولار. وكل الشهر. طبعا الشورة برا عن ديسكريت. وفي نفس الوقت الاندبندنت. فعالتالي لما يجي احسب الاماونت. انه هو بتاع المثال في كل شهر. هيكون اندبندنت عن اللي قابله. واللي بعده. فبنحطها كبار شفت. واضح كده. والشكل اللي بقى اللي احنا متعودين عليه ده. اسمه ايه؟ line chart. line chart. ده طبعا احنا متعودين عليه. علاقة بين two variables. والvariable مثلا زي الوريوم ده. continuous variable. وبتلتي ترسم. او الحاجة بتوقع عن النوعات جيب. وبعد كده توصل بين. طبعا الميزة بتاعت شكل زي ده. اننا لو عاوزة volume. فأي قيمة. من السهل جدا مسلا. انا عاوزة. البريشر عند. لما يكون البريشر عند. لما يكون البريشر تلتمية. اعمل ايه؟. في محافظة اوصل على البريشر تلتمية. اعمل vertical line. اول ملمس الكيرف بتاعنا ده. اعمل vertical line. واشوف البريشر قدامه. فطبعا. ده بيمكني ان انا اعرف العلاقة بين البريشر والفوليوم. وده رح سيسيبها في اي نقطة. او في اي قيمة للفوليوم. او اي قيمة للفوليوم. او اي قيمة للفوليوم. الكون الرأي. اي قيمة للفوليوم. او في اي قيمة. واشوف تقيمة. بعد كده هشوفوا. الانتكالي البريشر تكاملة. اول حاجة لازم اكون. الجراف سيبول. بحيث عندما تيجي التقرؤ. تقدر على طول. السيطنتج. العلاقات بين. الانتكالي البريشر. الفوليومية. كيف ممكن من اهم الاشياء الموجودة في الجراف. لازم تكون كير. حاطة مثلاً الـ two parameters اللي انت بتشتغل إيه الـ x هو عبارة عن A الـ y يعبر عن A لو في كل واحد لهم unit لازم تحطها بعد كده accuracy تبقى فيه الرسومات اللي مثلاً وانت بتشتغل مع الـ graphs دي تحاط مثلاً الـ volume الواحدة بتاعته بالملة اللتر وتبتجي مثلاً عند الـ 500 بالظبط تبتجي ترسم مثلاً واحد الـ pressure هنا بالأتموسفير راح ترى وضحطها عند الـ 1 فلازم يكون فيه دقة فيه الرسم ليه؟ لأن مثلاً الـ curve اللي انت رسمته ده ممكن واحد تان يستخدمه زي ما قلنا عشان يحسب الـ pressure عند اي volume given عنده volume أو يحسب الـ volume the pressure given عنده بعد كده وانت بتكتب الـ report إزاي عمل رفيرين للـ table أو للـ figure فعبي أولاك ممكن تستخدم جملة زي أشوان في table 1 وانت بتجي تكمل الجملة بتاعي ممكن واحد تان يستخدم passive voice والـ results are shown in table 1 بعد كده إزاي indicate زات كذا 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 وتحط العلقة فيه ناس تحب active voice table 1 شوز زات تحط الـ observation فيه ناس تحط بين حسين each sample tested positive for 3 مثلا كذا وتحط table 1 between the تستخدم we ولا تستخدم we ولا تستخدم all حاول تعمل rephrasing the sentence بتاتك بحيث تبع ده عن استخدام الـ we والـ all اه 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 وده خلاص كده نخلاص من المزق ده ده الشكل في الاخر بتاني table والـ figures او الـ graph اجي الـ table ما ننساش بس الـ caption بتاعه فوق والـ graph و الـ caption بتاعه هيبقى موجود تحت فيا سئلة كده اه اه دكتور ودرجات الميترما تطلع ورأي اه احاول الله حربنا يسهل الاسبوع الجاي ان شاء الله اه اذنك معلش دكتور هو الربورت عن ايه معلش تاني بعد اذنك عن العلاقة بين current والvolt في حالة series resistance وال barrel resistance تمام شكرا دكتور دكتور لو سمحت كان في معلش كانت في حيثة في الامتحان التالميتر محردك كنت جايبالنا صورة اه من موقعك تقريبا كانت جريدة بس كان طالب مننا اسم الـ احنا في الـ ما بنكتبش اسم الـ بتاع الجورنال صح؟ بس هو ده الـ بس الـ تقريبا كان الاسم اللي هو مكتوب بخط صغير كده صح؟ ايه هو عاوز منك انك تعرف اسم الـ من الصورة ما طلبش منك انك تكتب الـ نفسه تمام يعني الـ بس الـ بس الـ أصلاً ما بيكتبش في الـ وكده صح؟ في الجورنال لا البابلشور بيكتب في الـ بوك تمام شكراً دكتور ايه اه في اسئلة عمامين دكتور لو اسمحتي في جزء الـ اه لما مثلاً حضرك قلت على المثال اللي هو بتاع مبيعات مثلاً شركة بنمثلها بالبارد هالباردو ينفع ان انا مسلها باللاين او الاريا؟ يعني لما يجيلي سؤال يبقى جايلي مثلاً اعمله ازاي؟ هيقول لي مثال وقول له انا من الاختيارات المثال ازاي؟ ايه يعني مثلاً انا بجيب الـ الارباح بتاعت الشهر شهر ينايو، شهر فبراير، شهر مارس، وهكذا طيب، الشهر ده بارعاً كيمة تسكيلة هل لو وصلت بين شهر ينايو وشهر فبراير؟ هل فيه كيمة في النص؟ مثلاً لو هو بيطلع، هيامل كده بيطالع بس ده لو باللاين، انا لو بالبارد، هيجيب لي هنا قيمة النهائية على طول، وهنا قيمة على طول لو تم تسانية واحدة كده، هجيبلك بس ده بالنسبة لللاين، لو لاحظت ان الفوليوم هنا كونتينيوز، بياخد الفاليوز من زير حد المية بينما انا مثلاً لو قلت ان انا هحط، بدل الفوليوم ده، هحط الشهور شهر يناير، شهر فبراير، هل فيه شهر بيقع بين يناير وفبراير؟ لا لا، طب ازاي اوصل بين النقطة الموجودة في يناير ونقطة الموجودة في فبراير؟ هل هتبقى فيه لوجيك ان انا اوصلهم ببعض؟ لا مش هتبقى فيه لوجيك، خلاص، ده هناني؟ هم، نقطة نقطة شكراً يا دكتور وقررت تاني على النقطة بتاعي زمانيكم انها مهمة جداً انا هنا، في الارقام بتاعت الفوليوم، بين المية والميتين فيه مجموعة كبيرة من الارقام وكلهم كونتينيس فعشان كده وصلت باللاين لو انا جيت بأي فاليو في الفوليوم، مثلاً واحد قال لي عند مية خمسة وخمسين ده لو بسكيل معين ها ده راجيب هنا النقطة الكورسبونيك مية خمسة وخمسين اطلع بفيرتشكال لاين هقابل الكيرف اعمل هوريزونتال لاين اوصل المشر بالساوي لكن بالنسبة للشهور مثلاً يناير، هنا فبراير هنا يناير خلاص له كيمة سابط فبراير له كيمة سابط لو وصلت كده من لاين طيب معنى كده ان اللي فيه فاريابل ده اطلع كده فيرتشكال لاين المفروض يبقى فيه وقصده مين هل الفيرتشكال لاين ده له مينين؟ احكيد ما لهوش مينين لانه فيش حاجة بين اليناير وخبره ايه؟ فده اللي احنا بنقول عليه فلازم ده برعاً يكون برد شرط ياسرة في واحد بعد في الاتشات بيقول عايز يعني انت عندكم يعني انت اي دوكمنت او ريبورت هتنزله او بيبر بحثة او بحثة هتنزله من النت هيكون لهو نفس الفورمات المفروض تستخدمه الابستراكت الانتردوكشن البادي بتاعك الاكسبرمينتال وورك وهكذا فحنا خطنا لكم الاوتلاين فانتوا مفروض بقى ايه؟ تكتبوا فيه الراقل يعني انا مش عاوزة احددتو اكتر من كده ايه؟ فانتوا لو دخلتوا على النت هتكون فيه مجموعة كبيرة او من الريفرنس تقدروا تستخدموها كجايدلاين تكتبوا تماما ايه؟ ايه؟ احددتو عندو اي سئلة؟ معاليش اه معاليش اسساءالة وسهل حضرتك المحاضرة ان شاء الله هي اه نتسجله وحطت رفع تيمز وراي مش كده؟ ايه ان شاء الله ايه ان شاء الله ايه ان شاء الله اه ان شاء الله هرفع المحاضرة فيديو والاسبوع الجاي ان شاء الله نعمل فورمس عشان تقدروا تبعاتوا عليها الريبورت باذناني ايه؟ شكرا شكرا اه دكتور بالنسبة لمنهج يعني يفضلنا كتير حد دلوقتي انا محذرة ان انا يعني احنا الاسبوع الجاي ان شاء الله تكون اخر محاضرة ان شاء الله النقطة اللي احنا عاوزين بس نتكلم فيها هي اعمال السنة اللي هيبها فيها عشرين درجة على المتر عشرين درجة عشرة منهم الريبورت اللي انت هتسلموه عشرة تانية على الكويزس احنا عملنا كويز ومفروض نعمل كويز تاني خلال الاسبوع الجاي فده هنحدد هبعتلكو ان شاء الله اليوم السبت هبعتلكو المعد بتواقب بس هنحاول خليه الصبح ليه لان فيه ناس قالوا انهم في المدينة الجامعية فيه ناس ما بتقدرش تدخل غير من الكمبيوتر بتاع الكلية وهكذا هل مثلا يوم الاربع الصبح فيه عند حد عندهم حضرات قسم عندهم حضرات الاربع بكرة لا الاربع الاصبوع الجاي طبعا يعني الناس اللي عندهم في قسم الكمبيوتر يعني الاتصالات ما عندهمش حاجة الاربع وانا باور برضا ولا باور الناس اللي عندهم قسم الكمبيوتر قسم الكمبيوتر قسم الكمبيوتر بس معايا يمكن تتغير يعني احنا مبدئيا مقفوض ان تنام عندكمش كلية يوم الاربع فبالتالي احنا ممكن لكن هدكتور ما عنيش في ناس عندها انتحان يوم الاربع اللاب يعني في الصبح هو الأسبوع الجاية ده والأسبوع اللي بعديه مفروض انتحانات المعمل لا الأسبوع الجاية نقول ستة نقول ستة خمسة ستة بس إن في ناس بعد الظهر بتبقى الموضوع معاها صعب شوي دخلها على النت لو سمحت يا دكتور والكويس دوت على إيه هيكون في المحاضر بتاعت النهار سمحت والمحاضر اللي فاتت كمان المحاضر بتاعت النهاردة خاصة التشورتس والتيبلز والكلام ده كله طيب خلص يبقى عندنا مثلا بتعندوكم المعمل ببقى الصبح هو ممكن نزبط مثلا يوم الاربع الساعة خمسة حسنا 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 ها أيها سيلا حسنا حسنا ترجمة نانسي قنقر